والآن نتشرف بالاستماع إلى كلمة مسجلة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسم الله الرحمن الرحيم الشعب المصري العظيم السيدات والسادة الحضور الكريم أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه ملغ لأن نتحاور ونتبالل الرؤى مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح ممهوريتنا الجديدة التي نسعى إليها معا نحن المصريين دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم السيدات والسادة إن دعواتي للحوار الوطني التي أطلقتها في إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية تمتلك من كفاءة العقول وصدق النواة وإرادة العمل ما يجعلها في مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونصطف للعمل ونكتمع على كلمة سوا كما أن تعازم التحديات التي تواجه الدولة المصرية على كافة الأسعدة قد عززت من إرادتي على ضرورة الحوار والذي أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات وعلى مدار عام مضاء ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطني فقد تبعت عن كثب وباهتمام بالغ الإجراءات التحضرية له وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضرتكم جميعا اليوم وما صرحت به من قبل بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية بل أؤكد لكم أن حجم التنوع والاختلاف في الرؤى والأطروحات يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي أنتظرها من جمعكم الكريم المتنوه الجامع لكافة مكونات المجتمع المصري وإنني إذ أكرر تحياتي لكل المشاركين في هذه التجربة الوطنية المحترمة فأنا أدعوكم إلى بزل الجهود لإنجاحها واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبداء لها متمنيا من الله عز وجل أن يكل الجهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق وأكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهاية وفي النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين عليها وعلى تنظيمها فمسلنا العزيزة الغالية تستحق منا أن نبزل من أجلها الجهد والعرق والدم وأن تجمعنا على حبها فيها الغاية وهي الوسيلة دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته